أعلن صندوق مصر السيادية عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبرصة المصرية بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار قالت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد قالت إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطط الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب ولإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة